من خلال دعم أوكرانيا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستحمي نفسها هذا ما أعلنه رئيس المجموعة البرلمانية لحلف الناتو باولو آلي من ممبر مجلس الرادة الأوكراني وفد من الحلف يزور أوكرانيا بمناسبة الذكرى العشرين لتوقيع ميثاق الشراكة الخاصة الشراكة الخاصة أو تفاصيل أكثر عن الشراكة الخاصة في التقرير التالي عشرون عاما مرت على توقيع ميثاق الشراكة بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا حيث يعتبر هذا اليوم ذا دلالة تاريخية بالنسبة للبلاد رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو باولو آلي وبمناسبة هذه الذكرى جدد دعم الحلف لأوكرانيا من على منبر البرلمان العدوان الروسي ضد أوكرانيا قبل ثلاث سنوات فتح فصلا جديدا في العلاقات الدولية ونحن ندرك تماما أن أوكرانيا هي في طليعة المقاومين الذين يحموننا من العدوان الروسي أوكرانيا هي الضامن للأمن في أوروبا ونحن ندرك تماما أن حماية ومساعدة أوكرانيا واجب علينا الدعم المقدم لأوكرانيا في بدايته كان بعد الضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم وغزو القوات الروسية لأقلم الدنباس حيث قام الحلف بإنشاء ستة صناديق أئتمانية لدعم أوكرانيا الهدف منها تعزز قطاعي الأمن والدفاع في وقت يواصل فيه الحلف دعم كيف مع إدانة واضحة للاحتلال الروسي لأراضي أوكرانيا حلف الناتو لم يعترف بالاستفتاء غير الشرعي في شبه جزيرة القرم في عام 2014 وفي الوقت ذاته يدعم الحلف عملية السلام في شرق أوكرانيا ويضعم أيضا الإصلاحات في قطاعي الأمن والدفاع علاقة متينة كما توصف بين المنظمة الأكثر تأثيرا في العالم وأوكرانيا التي تستبق الخطأ نحو إصلاحات جدية للوصول إلى معايير الناتو العلاقة بين الطرفين عرفت تطورا كبيرا منذ العام 92-900-1000 وحتى مجيئ يانوكوفيش إلى السلطة والذي أصبح حجر عثرة في هذه العلاقة في عام 2003 كان موقف يانوكوفيش ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي حيث أعلن عن مواقفه إبان الحملة الانتخابية آنذاك إلا أنه لم يصبح رئيسا وأصبح رئيسا للوزراء في عام 2006 كنا قد أحرزنا تقدما جيدا جدا فيما يتعلق بانضمامنا لحلف شمال الأطلسي وترأست مفاوضات دعوة أوكرانيا من جانب حلف شمال الأطلسي للانضمام إليه لكن وللأسف فإن زيارة ياناكوفيش بصفته رئيسا للوزراء دمرت كل شيء في الثامن يونيو 2017 استعادت أوكرانيا فرصتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأيد القرار الذي اتخذته الحكومة 276 نائبا برلمانيا ويتجه الجيش الأوكراني للوصول إلى معايير النيتو مع حلول العام 2020 ويأمل المسؤولون الأوكرانيون أن تصبح بلادهم العضو رقم 30 في النيتو بعد جمهورية جبل الأسود التي انضمت إليه مؤخرا للحفاظ على ما يسمى دائرة النفوذ الروسي اختر بوتين تكتيك إعادة الصراعات المجمدة وهو يهدد باستمرار بالحرب المفتوحة على أوكرانيا وأوروبا أيضا في عام 2014 كانت خطة بوتين إنشاء ثماني مناطق في أوكرانيا وتسمى بروس الجديدة ومن ثم اقتحام أوروبا لكن أوكرانيا كانت له بالمرصاد أنا متأكد من أن أوكرانيا يجب أن تصبح العضو التالي لحلف شمال الأطلسي بعد الجبل الأسود يأتي سعي السلطات الأوكرانية في وقت تتزايد شعبية الناتو بين المواطنين وتشير استطلاعات رأي الأخيرة التي أجرها مركز أرازومكوف مؤسسة المبادرة الديمقراطية أنه إذا أقيم استفتاء على عضوية أوكرانيا في النيتو فإن نسبة 62% من الأوكرانيين سيشاركون في هذا الاستفتاء وأن 72% منهم سيصوتون بنعم اشتركوا في القناة